في نظام سياسي معتل كالذي يحكم في العراق اليوم تتسلسل الأزمة من السلوك والمنهج حتى تصطدم بالمفاهيم ومن ذلك مفهوم الموالاة والمعارضة وما يبنى عليه وما يهدم في ترويج إعلامي جديد وكأن العراق دولة من ذوات الديمقراطيات الراسخة تنسل كتل سياسية من تحالفات وتخرج أحزاب من أخرى لتعلن نفسها معارضة تأخذ على عاتقها مراقبة عمل الحكومة وتقويم أدائها وذلك لا يحتاج لكثير من الأدلة لنفيه تيار الحكمة يعلن ذهابه للمعارضة في خطوة وصفها كثيرون بأنها لا تعد كونها ذريعة للابتزاز السياسي لا سيم أن الحديث عن فشل الحكومة صار موضة سياسية بعد أن وصل سوء الوضع إلى حد لا يطاق وتوشك غضبة العراقيين أن تنفجر هذا الصيف برلمانيون تحدثوا أن تقييم حكومة عبد المهدي لا يبشر بخير فهي لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد ولا للحد من الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار القانون هذا فضلا عن سوء الخدمات وشبه انهيار في مؤسسات الدولة وبناء على ما سبق يبدو أن القافزين من مركب عبد المهدي سيزداد عددهم يوما بعد آخر فالجميع يحاول دفع تهمة الفشل عن نفسه أو يحاول جمع مكاسب المرحلة الراهنة وذاك ما ألمح له النائب عن تحالف البناء حسين العقابي بتحذيره من ذهاب المعارضة باتجاه تحقيق المصالح الخاصة العقابي أكد أن الأوراق اختلطت في الكثير من السياسيين يجدون أن المعارضة يجب أن تحصل على مناصب في الدولة فلا يمكن التمييز بين المعارضة الحقيقية والمصطنعة لافتاً إن أن المعارضة ستكون داخل التشكيلة الحكومية وفي الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة كما أن عبد المهدي لا يملك الغطاء القانوني لتجريد المعارضة من مناصبها وحدهم العراقيون يملكون الحق والقوة اللازمة لتجريد الموالات والمعارضة من المناصب انصح منهم العزم وبلغ منهم الغضب مبلغة